اشتركوا في القناة في اتحادات ردت وفي اتحادات ما ردتش البرتغال ردت اسبانيا ردت في اتحاد في امريكا الجنوبية البرازيل ردت ولكن خلال الساعات اللي جاية هيتم التأكيد بنسبة كبيرة من حكام مباراة القمة انا بالنسبة للناس تقول لك طاقم تحكيم اسباني الماني ايطالي انا بالنسبة للامر لا يعنيني المهم ييجي طاقم تحكيم اجنبي جيد الناس هتقول لي ده بعايزين مصنف وقت ما كانت البطولة اليورو والكوبا امريكا ما بتتلعبش ما كانش بيجيب لحكام مصنفين دلوقتي كل الحكام المصنفين بيلعبوا في اليورو والكوبا امريكا فكده كده زيت زي عبيد اللي كان جيب يقولك قبل كده ممكن يجيب لك تاني المهم يجي حكام اجانب وكده كده حتى الحكام الاجانب اللي هيجوا حتى لو مش مصنفين انا شايفهم حاليا في مستوى فني افضل من اللي احنا بنشوفه مش مش عايز اقول الكل بس التسعين في المية من الحكام اللي بنشوفه في الدوري انضم اخطاء يعني غير طبيعية وبنسبة الحكام الاجانب والقمة واللي هيحصل في الساعات اللي جاية على فكرة يعني مش بعيد خلال التمانية واربعين ساعة اللي جاية تسمعه طبقا للمطالب اللي خرجت من العديد من الاندية بموضوع تغيير رئيس لجنة الحكام او الناس تشوف المشكلة اللي موجودة في التحكيم خلال الاسبوع ده خلال تمانية واربعين ساعة ممكن نسمع خبر عن انتهاء عقد بريرا بنهاية المسيب ده اذا ما اتخدش فيه قرار قبل نهاية العقد بشهر ده اذا ما اتخدش فيه قرار قبل نهاية العقد بشهر انا بقول خبر بريرا ممكن يتخد فيه قرار خلال هذا الاسبوع او خلال تمانية واربعين ساعة بناء على المستجدات اللي احنا شايفينها من اجتماعات ممكن تبدأ من النهاردة للنهاردة فيه اجتماعات مهمة جدا متعلقة بالازمة المثارة في مسألة التعجلات الدوري والأزمات التحكمية رغم والله الأزمات التحكمية اللي بتتألف بعض البيانات أنا شايفة أن هي إحنا عندنا أخطاء وعندنا عقوبات انضباطية ممكن تصدر ضدنا بس إحنا بنصدر حاجة عشان ما تطلعش عقوبات ضدنا وإنتوا فاهمين اللي فيها أكيد يعني ولكن هنشوف إلا هيحصل من التحكيم في الفترة اللي جاية والحكام الأجانب اللي هيجوا عشان يحكموا مطش أهل وزمالك يوم الثلاث